وعلى فكرة في معلومة هامة جدا اسألوا فيها الشيعة الاثنى عشرية اذا كنتم تقولون ان بني امية ودايما تفكركم في بني امية الشجرة الملعونة زي ما انتم بتقولوا كده طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج من الشجرة الملعونة عندكم ام لا اخدوا بالكم ان احنا بالرد على اسئلة كتيرة جدا 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 احبات الكراه لماذا تزوج النبي باول كده هم تيجي اقولك الشجرة الملعونة بين امية اقوله لماذا تزوج النبي منه ده رقم واحد رقم اتنين ايش حكم معاوية ابن يزيد عند الشيعة هو نسمع الاجابة من الشيعة ومن لم يعرف معاوية ابن يزيد يبحث عنه ويقرأ سيرته ثم بعد ذلك تلاقي ان الشيعة هي فقط بتركز على اسماء وشخصيات محددة هي لا تفهم لا معنى البراءة ولا معنى الولاء هم يفهمون ما يسطر اشرف الحسيني يطفق اما الولاء والبراءة لا يفهمون ذلك والفكر الشيعي قائم على ذلك احبات الكراه اما نحن بالعكس نقول لعن الله من قتل الحسين او من شارك في قتل الحسين او رضي بقتل الحسين يعني ايه عم اشرف ده عقيدة اهل السنة واضحة تمام بدون تخصيص لاننا اخذنا تاريخ والتاريخ يحمل الغس والسمين فلا نعلم موقف فلان من القتل من موقف علان من القتل اما من باشر القتل لا شك في كفر اما المحيثين في من باشر بالقتل بدون تعيين اذا رضي بقتل الحسين ملعونه عندنا ونلعنه امام الله يوم القيام ترجمة نانسي قنقر